توقعات ماجي فرح شهر يوليو 2020 لبرج الحوت تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو برج الحوت من الأبراج المائية التي تضم مجموعة الأبراج المائية أبراج السرطان العقرب الحوت وبرج الحوت هو آخر الأبراج السماوية في دائرة البروك أي البرج الثاني عشر ويعد قوسا من دائرة مصار الشمس حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء فتمر الشمس منه في الفترة من 19 فبرايل 20 مارس أما الأبراج التي توافق معها برج الحوت السرطان والعقرب والعزراء والأبراج التي لا يتوافق معها الأسد والحمل والجوزاء توقعات شهر يوليو ماجي فرح على الجانب الشخصي لبرج الحوت تدعمك الحياة الاجتماعية إلى تلبية الدعوات والانفتاح على الآخرين وفتح الحوارات المقدية وجود كوكب الظهرة المستمر في برج الجوزاء يثير بعض الحساسيات ويطلب منك التأني بكل قرار كن حزرا ولا تمنح ثقتك لكل الناس ولا تتحدث بصورة صحيحة عن أفكارك يدعمك كوكب ماركور ويلطف الأجواء أما على الجانب العاطفي تشعر بحماس كبير بعلاقاتك العاطفية وتعقد صداقة غنية جدا تفتح لك الباب أمام المستقبل وإذا كنت وحيدا يسهل لك الأصدقاء اللقاء بمن يهتف به قلبك من صفاتك عزيز الحوت الهرب من المشاعر خاصة عندما تكون قوية ولذا عليك التعبير عن نفسك وإخراج ما بداخلك من عواطف تجاه الآخر سواء كان حبيب أو صديق أو والد أو شقيق قد يحدث تجديد وتغيير لموليد الدائرة الأولى أما عن توقعات ماجي فرح على الجانب المهني لبرج الحوت تخبرك ماجي فرح أن هذا الشهر عاصف بالمتناقضات يؤثر الوضع العام عليك خاصة إذا كنت تعمل بالشأن العام أو لديك علاقات مع بلدان أجنبية وخارجية لأن وجود كوكب المريخ في برج الحمل لآخر العام قد يسير أجواء من التنافر والمصاعب وهذا الأمر يدفع الكواكب إلى نصحك بعدم الاندفاع في أي مجال أو التعبير عن نفسك في بعض الأوساط يخاطب كوكب المريخ أو ضاعك المالية ويتحدث عن شراء عقار أو بيعه أو عن عملية استثمارية تتعلق بعقد قد يتعثر أو نقاش صعب مع بعض الجهات التي تفرض عليك الشروط بعد أن انتهينا من استعراض توقعات ماجي فرح عالمة الفلك وخبيرة الأبراج اللبنانية على جميع الأصحادة المهنية والشخصية والعاطفية شاركنا في التعليقات إلى أي برج تنتمي ومدى تفاؤلك بالأيام القادمة